ايه الخلطة السرية بتاعت هشام الجخ وانا هنطقها زي حضرتك الجخ 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 تاني الجخ طيب يعني انا مش عارف يعني ايه الخلطة السرية في خلطة السرية اه مش اي استاذ هشام خلينا نكون صراحة مش اي شاعر بيكتب كلام وانحنا عدنا فترة قبل ظهور حضرتك شعر كتير في مصر بيحاولوا بيكتادوا ولكن ان حد يجمع شب حوالي وانا عودة اسمع شعر وابقى منبهرة بالكلمات مع الانتقالات مع الحاجات اللي اكيد فيها كلام متخصف عند حضرتك وانا معرفوش في حالة السرية الحمد لله بص بص انا لما جيت القاهرة هنا جيت سنة خمسة وتسعين وكنت بكتب اصحى انا زي وكان نفسي وكنت بكتب يا ربنا يا رب اللي هو الشعبية والجمهيرية وتمشي في الشارع الناس تسلم عليك طبعا دليل دريبة هنتكلم عنها دلوقتي هنشوف الحظة هنشوف الحظة لكن انا كنت بادع ربنا ده المدة طويلة جدا وعشمان وعايز ده بيحصل لكن كنت بادرس برضو وكنت بذاكر وكنت بشوف الدنيا عملة ايه وهي ليه الناس بتنفر وليه الناس بتبعد عن المسألة يعني مثلا انا عصرت مش عايزة اقول اسامي مش عايزة اخص اي تجربة شعرية بعينها لكن انا عصرت جيل من الشعرة كنا مع بعض كانوا من جيلي وكننا اصحابه وكننا ايام الجامعة او ايام اللي هم اللي بيسموا نفسهم الحجات دول عرفا تلقي الشعر فيهم يطلع يقول انا امير الشعر لا 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 انا لا اتدنى لمستوى المتلقي ان المفروض المتلقي هو اللي يطلع لا يا سيدي انت مش بتددنى ولا حاجة انت لو وصلت المستوى المتلقي ده منتهى الرقي ليك فتلاقي الجسايد بتاعتهم عرفا انت الحاجات بتاعت كان الاله يحدق فوق عتبات الشباك لكن سلمة قالت فليأتي الصبح ومشدوها فأتى النهار عرفا دول دول كانوا كتير وكانوا من جيلي وطبعا برضو احترمهم ولهم تجاربهم يعني فيهم تجارب قيمة جدا لكن كان ده السائد اللي هو اي بنص جنجبنا عرفا اللي هو كلمتين مش تركبين على بعض الله يا ابت نونك شعر ده فده كان بيجلل من شعبية الشعر انا سايز عمي وده اللي خلى مسألة الحلزونة لا هي مش حكاية عمية وفصحة وفي فصحة مفهوم لا هو وفي عمية مش مفهوم برضو مش مفهوم ومصبول الفلس شج ونطح موعيد كبشة كبشة تراب لا في حاجات فابتديت اشتغل على فكرة ان احنا بس نجرب الشعر من الناس عارفة الافي بتاع الامام والحلزونة هو ده هو ده حرفيا هذا الجيل اللي طلع الافي ده أصلا اللي هو الكلام اللي مش مفهوم ده في الشباك وفي البلكونة ويما الحلزونة وكان جي لي حريص كان جي لي منصاق خلف خلف ده انا كنت بنزل لما جيت جامعة عن شمس ما كانش فيه لمركز ثقافي ولا فيه بتاعه وكنت بنزل اشحة الناس عايزين الشعرة فين طب والبتاع شعرة ايه أصلا ديشام احنا فكل ايه تجارة ايه الكلام اللي انت بتقول ففين بقى انت بتشحة الناس وبتكون وبتعمل وبيجي فيه مركز ثقافي فيه مية وتمانين شاعر وبتعمل ده كله اخد وقت يعني فطيب تعال باجه هنجدم الموضوع على بتاعه المصر طيب هنجدم الموضوع على المصر هنعايز اعمل حفلة شاعر اذكر طبعا كل من سخروا مني اذكرهم وا اشكرهم مني لما جيت اقول انا هعمل حفلة شاعر اول حفلة بقى اه اول حفلة كانت في شهر مارس 2010 2010 من 9 سنين اه مارس 2010 كانت في ساقية الصور في ساقية الصور وادوني اصغر قاعة اللهم لك الحمد و لك كانت اصلا كانت فتحة خير طبعا طبعا بس انت بشفتش كمية السخرية اللي هو استاذي شامل انت حبيبنا وشعر جميل و احنا بنحبك بس احنا بنشحط لكم احنا بنشحط لكم الناس يعني شحاتة فانت كمان عايز تجيبهم ودفعهم فلوس ايه استاذي شامل وكان من ذلك ودوني قاع فيها متين كرسي اللهم لك الحمد و لك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة